قلنا نروح مع حضراتكم لجمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه كل يوم في العالمين الجديدة نشوف آخر الأخبار هناك النهاردة مع زمننا كريم بيبرز بتصبح عليك الكريم صباح الفل صباح الفل والجمال يا محمد صباح الفل يا منا صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا مدينة السحر والجمال أكتر حاجة مميزة في مدينة العالمين الجديدة هي لون البحر الحقيقة لون الميا الحقيقة بيخلي إقبال الناس دايما حتى لما تكون الدنيا حرة حتى لما تكون الدنيا فيها رطوبة لكن الناس بتنزل مخصوص وتقعد تتفرج على جمال الميا وقت بتنزل الميا كمان الحقيقة هنا في العالمين الجديدة ودي من أهم النشاطات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة النهاردة الحقيقة محمد يعني يوم مليء بالفعاليات المختلفة خليها أقولك أن الفعاليات الرياضية بشكل عام في مهرجان العالمين الجديدة كان لها نصيب الأسد والحقيقة إن هي استهدفت جميع الفئات العمرية يعني كنا منلاقي حاجات للأطفال ومنلاقي حاجات للشباب ومنلاقي حاجات للكبار ومنلاقي حاجات للأساطير بشكل عام في الألعاب المعروفة كرة السلة كرة الطيرة وكرة القدم النهاردة كمان يوم رياضي بامتياز يعني على سبيل المثال بداية من الساعة اثنين هتبتدي الفعاليات الرياضية وحقيقة إن الفعاليات بشكل عام الترفيهية هتكون موجودة في المنطقة الترفيهية اللي أنا متواجد فيها دلوقتي يعني أول حاجة هتبتدي النهاردة استكمالا لفعاليات الموترويك في سباق السيارات ورالي السيارات والدراجينج هيكون موجود هنا هيشارك فيه عدد كبير جدا من العربيات بيكون فيه تجهيز للشارع الموازي للمنطقة الترفيهية تجهيز واستعدادات مرورية واستعدادات أمنية بشكل عام لتجهيز الطريق لسباق السرعة وده سباق شديد السرعة للسيارات وسباق كمان الدراجينج وبشارك فيه الحقيقة يعني عدد كبير من الشباب ومن البنات كمان بيشاركوا فيه في السباق ده وده الحقيقة حاجة مميزة إنه متنوع فيه المشاركات بشكل عام لكن كمان بجانب سباق السيارات هيكون فيه سباق للدراجات النارية وهيكون فيه بشكل عام معارض للدراجات النارية ويهي كمان للسيارات ومعارض للسيارات بالإضافة لده الحقيقة كمان في نفس المنطقة هنا الساعة أربعة هتبتدي فعاليات لبطولة كرة السلة ويمكن احنا رصدنا خلال أيام المهرجان اللي فاتت كلها الفعاليات اللي بتيجي في نهاية كل أسبوع يعني بيكون فيه فعاليات لكرة السلة كرة الطائرة كرة القدم البادل كل ده بيكون موجود طول الوقت والحقيقة إنه كمان من اللعب المهمة جدا اللي كانت تسلطوا عليها ضقف ومهرجان العالمين الجديدة هي لعبة الكورف بول ودي اللعبة اللي هي مزيج ما بين كرة السلة والهاند بول في نفس الوقت لكن هي الحقيقة بتتلعب هنا على الشط ودي بقالها سنتين بس في مصر لكن حقيقة مهرجان العالمين الجديدة قرر إنه هو يشارك فيه يعني يكون فيه ألعاب مختلفة ومتنوعة وليه تستهدف زي ما قلنا جميع الفئات العمرية بالإضافة كمان للفعاليات الرياضية الحقيقة اللي موجودة هنا في المنطقة الترفيهية واحدة من أهم الفعاليات اللي هتتعامل في النورث سكوير النهاردة هي بطولة الـ MMA بطولة الـ MMA أو الفنون القتالية المختلطة الميكست مارشل أردس الحقيقة إنه يعني كان لها مؤتمر صحفي مبارح وهيكون مشارك فيها 8 جنسيات وهيكون فيها 24 لاعب وهيكون فيها السيدتين الحقيقة سيدتين هيتنفسوا على بطولة العالم في الـ MMA والـ MMA دي يمكن اللي ما يعرفهاش هي الفنون القتالية المختلطة بتلاقي إنه اللاعب بيلعب كذا لعبة في نفس الوقت بيلعب مثلا جودو بيلعب جوجيتسو بيلعب تايكوندو بيلعب بوكسنج كيك بوكسنج بيبقى عنده كذا مهارة من دي وبيكون عبارة عن قفص حديدي جواء المتسابقين لكن المرة دي هي هتتلعب على شط العالمين الجديدة في النورث سكوير والحقيقة إنه دي مستمرة هتبتدي من 8 بالليل النهاردة وبمشاركة لعيبة من مصر ومن برا مصر كمان بالإضافة كمان للفعاليات دي كل الناس كانت في انتظار النهاردة الحفل الخاص اللي هيكون موجود في اليو أرينا الناحية التانية وده حفل طبعا فرقة كايرو كي وهيكون كمان ضيف الاحتفال النهاردة هو طبعا المغني توليت الحقيقة إنه عليها إقبال كبير جدا الحفلة الناس كلها بتحجز التذاكر من بدري جدا ولسه الإقبال مستمر وبيحاولوا يحجزوا آخر يعني التذاكر الموجودة خلاص اللي هيلحق التذاكر الأخيرة النهاردة علشان يدخل الحفلة اللي هتكون موجودة في اليو أرينا اللي هتبتدي الساعة عشرة بالليل بالإضافة لده الحقيقة إنه الفعاليات الترفيهية والثقافية بشكل عام اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة مستمرة تقريبا يوم أو يوم لأ يعني مثلا الممشى السياحي أو المنطقة الترفيهية اللي أنا موجود فيها دلوقتي بيكون فيها عروض للفنون الشعبية بيكون فيها عروض للفنون الثقافية بيكون فيها عروض للفرق بشكل عام والسرك القومي وبيكون فيه تفاعل كبير جداً الحقيقة ما بين يعني الأهالي وما بين الأطفال وما بين يعني الفرقة نفسها بيشاركوا في العروض اللي بتبقى موجودة بيبقى حقيقة موضوع جميل جداً لكن كمان الحقيقة إنه الممشى السياحي في العالمين الجديدة هنا عمل حاجة مهمة جداً إدى مساحات مختلفة لي جميع الألعاب تكون موجودة يعني مثلاً عادوا مكان معين لتأجير العجل يعني تلاقي أطفال موجودين بيأجروا العجل تلاقي الأهالي موجودين الشباب موجودة ومن اللقطات اللي بتبقى إنسانية وجميلة ولزة جداً بنشوفها تقريباً يوم أو يوم لأ يعني بنلاقي العائلات معهم أطفالهم يعلموهم يركبوا العجل ويسوقوا العجل وتبقى يعني لحظات من اللحظات العائلية الجميلة اللي بنرصدها هنا في المهرجان وأكيد خلاص إحنا في انتظار آخر أسبوع في مهرجان العالمين الجديدة هنتابع أكيد فعالياته سوا وبرجع لكم مرة تانية شكرك كريم على كل التفاصيل خلاص إحنا زيما أنت بتقول لنا الأسبوع الأخير في مهرجان العالمين الجديدة أنشطة كتير متنوعة زي ما قلتنا دلوقتي على الهوى بنشكرك كريم بيبرز زي منا موفد القناة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة